هل مصر تستطيع أن تفعل أكثر؟ هل النظام المصري يمتلك أوراق ضغط؟ الحقيقة نعم وتحدثنا عنها منذ السابع من مايو بل منذ السابع من أكتوبر ولم يستمع إلينا أحد ما بين السيسي ونيتنياهو الحقيقة مصر عندها فرص كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا ممكن تعملها أول حاجة مصر أضاعت فرض إدخال المساعدات لقطاع غزة في الأشهر الأولى قالت أنها بتعمل اللي عليها إحنا مش قادرين يا جماعة إسرائيل رفضة يا جماعة إحنا مش عارفين نعمل حاجة أصلحنا في جانب فلسطيني موجود لكن إسرائيل اللي بتأذن إسرائيل اللي منعه فإسرائيل من سبعة مايو احتلت المعبر فإحنا لا مش هنتعامل مع إسرائيل يا جماعة إحنا عايزين الطرف الفلسطيني إنت عايز فلسطيني ولا عايز إسرائيلي ها المشكلة في أن في طرف فلسطيني وإسرائيل مش موافقة طب إسرائيل موجودة وبتقول لك دخل مساعدات لا أنا عايز الفلسطيني أنت مش عايز تفرض إدخال المساعدات فدي أول كارت أنت ما قدرتش أن أنت تفرضه على الجانب الإسرائيلي الجزء الثاني أو البند الثاني هو تقليص العلاقات الدبلوماسية من اللحظة الأولى بنقول يا جماعة الخير في استدعاء سفير في طرد سفير في أي حاجة في إبلاغه احتجاب في أي حاجة لكن الحقيقة أنه العلاقة الوثيقة ما بين سيء الذكر وبن يمين نتنياهو أبت أن تتأثر العلاقات الدبلوماسية أو تتقلص العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي النقطة الثالثة أو الكارت الثالث هو التهديد بتعليق معاهدة كامب ديفيد من اللحظة الأولى ضياء رشوان وكل الناس خلي بالك يا إسرائيل كامب ديفيد كامب ديفيد كامب ديفيد كامب ديفيد أوكي دخل بن يمين نتنياهو عمل إيه؟ أم داخل فلادلفيا؟ انتهك اتفاية السلام طلع لك لسانه الجنوب بتاعه صوره نفسه ومهما بيلعبه وبيخمسه بالدبابات دخل لك جامع على بعد 200 متر راح جندي يوم 5 يونيو أعاد لك على حدود بتاعتك وإنت كامب ديفيد كامب ديفيد طب هتعلق لا إحنا انت هزينا نحارب مش معقول انت هزي مصر تحارب يا عميمات حارب يعني ايه مشكلة؟ ما هو الراجل انتهك اتفاية السلام معاك؟ لا إحنا انت هزينا نحارب مش معقول انت هزي مصر تحارب؟ يا عميمات حارب؟ يعني ايه مشكلة؟ ما هو الراجل انتهك اتفاية السلام معاك فانت هتحارب؟ لا لا إحنا ما بنحاربش طب اتفاية السلام؟ لا هو ما انتهكهاش قوي بس احنا مش هنعلق اتفاية السلام بس عندنا ضيق را شوان بيهدده كل يوم؟ النقطة الرابعة وقف التبادل التجاري الحقيقة انه القصة دي كان ممكن تحصل واحنا عندنا اتفاق ذاتي لكن انت رحت بمحض اردتك سيئ الذكر راح بمحض اردته لبن يمين نتنياهو وحط رقبته تحت رجليه وقال له حضرتك اقفل وافتح الغاز عني وانا هزود قطع الكهرباء عن الناس فاصبح مصير حضرتك كمواطن مصري تقعد في الضلمة 3 ساعات ولا ساعتين في يد بن يمين نتنياهو والسبب في ده سيئ الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي النقطة اللي بعد كده تأخر الشديد في اعلان الانضمام الرسمي مش الكلام الاعلامي لدعوة جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية والحقيقة انه ده ما حصلش حتى اللحظة ما فيش اي اعلان رسمي النقطة اللي بعد كده هي فتح المجال الشعبي للمصريين لمساندة اهالي غزة بل على العكس تماما سيئ الذكر بيعتقل اي حد بيتكلم عن فلسطين في الجامعات على السوشال ميديا في اي مكان في مطشاط الكورة في اي حتة بيعتقل الجميع اخيرا فتح معبر رفح النظام المصري لم يفتح معبر رفح ولم يتعامل بورقة قوة كبيرة يمتلكها وكان بيستخدمها الرؤساء السابقين سواء مبارك او محمد مرسي لكن للاسف عبد الفتاح السيسي لم يستخدم لا هذه ولا تلك بعد الفاصل هنائش مع ضيفي لأستاذ عزام ابو العتس اللي احنا اتكلمنا فيه الترابط بين مصر وغزة على مستوى العائلات والمستوى الاجتماعي والتاريخي وايضا ما الذي خسرته مصر من عدم القيام بدورها بشكل جيد